بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآل التهيبين والسلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل انقلب الإمام الحسن على سياسة أبيه الإمام علي؟ ولماذا قال لشيعته سالمت معاوية وبايعته فبايعوه؟ بينما كان الإمام علي يستعد الحرب مع معاوية بعد انقضاء الهدنة ضربه عبد الرحمن بن ملجم أحد الخوارج وهو يؤدي صلاة الفجر في شهر رمضان سنة أربعين للهجرة وبوفاته اهتزت دولة الخلافة وقويت أسهم معاوية وظهرت أولى بوادر الانهيار عند بيعت الإمام الحسن بن علي وذلك عندما جاءه الناس ليبايعوه فاشترط عليهم قائلا تبايعون لي على السمع والطاعة وتحاربون من حاربت وتسالمون من سالمت فلما سمع الناس ذلك منه ارتابوا وأمسكوا أيديهم وقبض هو يده فأتوا الحسين فقالوا له أبسط يدك نبايعك على ما بيعنا عليه أباك وعلى حرب المحلين الضالين أهل الشام فقال الحسين معاذ الله أن أبايعكم ما كان الحسن حيا فانصرفوا إلى الحسن فلم يجدوا بدا من بيعته على ما شرط عليهم كما يقول السيوطي جلال الدين في تاريخ الخلفاء ومقية القصة معروفة وهي اتفاق الإمام الحسن مع معاوية وتنازله له عن الخلافة والإمامة وقد تخلى الحسن بذلك عن كل الاعتراضات الدستورية التي كان يأخذها الإمام عليه على معاوية من أنه من الطلقاء الذين لا تحل لهم الخلافة ولا تؤقد معهم الشورى وتحذير الناس من استيلائه على السلطة حتى رفض أن يكره واليا أو يقبل به منافسا أو يتعايش معه مهادنا فإذا بالحسن يسلمه السلطة كاملة ويأمر شيعته بالتسليم له وتقديم البيعة له بالرغم من أن الحسن كان لا يزال يحتفظ بأكثر من مئة ألف مقاتل شكل تنازل الحسن لخصمه وخصم أبيه اللدود معاوية بن أبي سفيان صدمة عنيفة لأصحابه وللشياء عموما فقد دخل سليمان بن سرد الخزائي الصحابي الجليل عليه وقال السلام عليك يا مذل المؤمنين أما بعد فإن تعجبنا لا ينقضي من بيعتك معاوية ومعك مئة ألف من أهل العراق ثم لم تأخذ لنفسك ثقة في العهد ولا حظا من القضية فلو كنت إذ فعلت ما فعلت وأعطاك ما أعطاك بينك وبينه من العهد والميثاق كنت كتبت عليه بذلك كتابا وأشهدت عليه شهودا من أهل المشركة والمغرب إن هذا الأمر لك من بعده واشتردت عليه أشهدت عليه أن هذا الأمر لك من بعده كان الأمر علينا أيسر ولكنه أعطاك هذا فقط بالكلام فرضيت به من قوله ثم قال وزعم على رؤوس الناس ما قد سمعت معاوية قال إني كنت شردت لقوم شروطا ووعدتهم عدات ومنيتهم أماني إرادة أطفاء نار الحرب ومداراتا لهذه الفتنة اتجمع الله لنا كلمتنا وألفتنا فإن كل ما هناك تحتك دميهاتين هكذا قال معاوية فسلمان بن سرد الخزاعي ينزعج من هذه الطريقة في الصلح ويقول والله ما عنا بذلك إلا نقض ما بينك وبينه فأعد للحرب خدعة وأذن لي أشخص إلى الكوفة فأخرج عامله منها وأظهر فيها خلعه وأنبذ إليه على سواء إن الله لا يهدي كيد الخائنين ومعاوية خان الاتفاق ولكن الإمام الحسن رفض السماح له بذلك فذهب سليمان إلى الحسين فعرض عليه ما عرض على أخيه الحسن فقال الحسين ليكن كل رجل منكم حلسا من أحلاس بيته يعني جالس ما دام معاوية حيا فإنها بيعة كنت والله لها كارها حتى الإمام الحسن كان يكره هذه الإمام الحسين يكره هذه البيعة وهذا الصلح فإنها لك معاوية نظرنا ونظرتم ورأينا ورأيتم كما ينقل ابن قتيب الدينوري في كتاب الإمامة والسياسة طبع دار المنتظر بيروت 1985 صفحة 141-42 كما شكل هذا التنازل من الإمام الحسن سابقة دستورية قتل أثمان ولم يقدم عليها ولم يستشر فيها الإمام الحسن أحدا ممن بايعه من المسلمين حتى أخيه الإمام الحسين كان كاره لهذه البيعة معتمدا على فهم خاص له عن حق الإمام المطلق في اتخاذ أي إجراء إلى درجة تسليم السلطة إلى عدو محارب هكذا كان يفهم أنه من حقه وربما كان الإمام الحسن يبرر ذلك بالشرط العام الذي أخذه على المسلمين لدى البيعة بأنهم يحاربون من يحارب ويسالمون من يسالم ويقال أنه صعد المنبر ثم قال أيها الناس كانت لي في رقابكم بيعه تحاربون من حاربت وتسالمون من سالمت وقد سالمت معاوية وبايعته فبايعوه وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين وأشار إلى معاوية ويقال أيضا أن الإمام الحسن اشترط على معاوية أن تعود الخلافة شورى بعد وفاته وأنه أخذ عليه أن لا يعحد لأحد من بعده هذا كل كلام شفوي كان ما مكتوب بالحقيقة أو أنه اصطلح معاوية على أن له الإمامة ما كان حيا فإذا مات فالأمر للحسن تعود إليه وهذا كما قال سليمان بن سرد الخزاعي يعني ما موثق وقد أثارت هذه الخطوة يعني التنازل عددا من الأسئلة حول بعض المفاهيم الدستورية السائدة لدى الخلفاء الراشدين وفيما إذا كانت شرعية مقدسة غير قابلة للتعديل أو التبديل أم إنها نابعة من وحي الظروف والأعراف والتقاليد والاجتهادات الخاصة وبالتالي فإنها قابلة لأي تغيير أو تبديل أو اتفاق جديد فإذا جاز للحسن أن يسلم السلطة بالكامل إلى معاوية فقد كان يجوز الإمام علي لو أراد أن يبقي معاوية على الشام أو أن يرفعه إلى مصاف الشورى ويغض الطرف عن كونه من الطلقاء وبما أن كثيرا من الصحابة كان يتطلع إلى الخلافة والزعامة فربما كان من الأفضل لسلامة النظام أن يعاد النظر في فقرة أخرى من تلك المفاهيم والقوانين الدستورية المطبقة في تلك الأيام كاستمرارية الخليفة في الحكم إلى آخر يوم من وفاته إذ كان يمكن تعديل هذا القانون إلى فترة مؤقتة كأن تكون خمس سنوات أو عشر سنوات مثل ما في الأنظمة الديمقراطية الحديثة بحيث تسمح لكل طالب السلطة أن ينتظر دوره وأن يعتمد على حظوظه في مجلس الشورى وكان يمكن أيضا عقد مجلس الشورى لا يقتصر على المهاجرين أو قريش فقط وإنما يضم الأنصار وجميع العرب والمسلمين ويكون مفتوحا أمام أي راغب في تولي المناصب العامة تماما كما هو الحال في البلاد الديمقراطية ولم يكن هناك أي مانع شرعي من تطوير النظام السياسي الإسلامي القائم على الأرف القبلي خاصة وأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لم يرسم بهذا الشأن أي أمر محدد وإنما ترك ذلك للمسلمين إن النتيجة التي أسفرت عنها الفتنة الكبرى التي ابتدأت بالثورة على عثمان وبعد حوالي خمس سنوات هي العودة إلى نقطة الصفر وسيطرت الأمويين الطلقاء على السلطة وإقامة نظام جديد وضع خاتمة لأهد الخلفاء الراشدين واتسم بفقدان الشورى وغلبة الاستبداد وقد أكدت تلك النتيجة أن نظام الخلافة الدستوري لم يكن قويا ولا سليما بما فيه الكفاية بحيث يصمد أمام الهزات الداخلية فيحتوي المعارضة ويحافظ على نفسه من الانحراف والانهيار أو يضمن انتقال السلطة من خليفة إلى آخر بشكل سلس يحافظ على حالة الاستقرار السياسي ويحافظ بالتالي على استمراريته وبقائه وهذا ما يؤكد أن نظام الخلافة لم يكن نظاما دينيا مثاليا مقدسا كما أصبح في نظر البعض فيما بعد ولا سيمة الإمامية مثلا وإنما كان نظاما إنسانيا يتحرك في إطار العقل والعرف والمصالح العامة والخاصة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته